السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلوب الاجزاء طلوب المرحلة الاعدادية الصباح الثاني الاعدادية. احنا النهاردة زي ما متفقين هنراجع اول وحدة فهرجع لكم نشوف الاجزاء اللي انتم مش فهم منها علشان نعيدها قبل ما نحلل الاسئلة والتدريبات الوحدة بتاعت الكتاب المدرسي. معايز اجابتك بتاعت سؤالك اللي هي اجتمع الصحابة في دور الندوة لمبايع ابو بكر للخلافة. هو ده كده احنا الوحدة التانية. فاحنا النهاردة امراجعتنا في الوحدة الاولى. بس عموما انا هجاوبة. هما اجتمعوا في صقيفة بني سعدة. ماشي? فخلينا احنا بس نحدد الاجزاء بتاعتنا اللي هنتكلم عنها والاسئلة في الوحدة الاولى. الوحدة الاولى تاريخ. تمام? هنتكلم عن الوحدة الاولى تاريخ. يلا. قولوا لي كده ايه الاجزاء اللي انتم مش مفهومة وعايزين عنها من تاني. اللي هو في درس احوال شريك زيارة العربية. او محمد صلى الله عليه وسلم المولد من النشأة. بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجرة النبي صلى الله عليه وسلم البناء الدولة. وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. اي جزء مش عايزين يوضع? ومش مفهوم? قبل ما ندخل في حل قيلة الكتاب المدرسي. وبعد كده نحن نبقى. منتظرة تعليقاتكم عشان نشوف الاجزاء. اسمها لها عايزة مراحل نشر الدعوة الاسلامية. احنا قلنا ان الدعوة الاسلامية مرض بكذا مرحلة من دون يوم اول مرحلة هي المرحلة السرية. المرحلة السرية استغلقت ثلاث سماعين. اه الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعوا فيها اه اقربوا واصحابوا القريبين منهم. اه وانني اول من اسلم من النساء السيدة يا خديجة. ازلوكة الرسول صلى الله عليه وسلم. اول من اسلم من الصبية ابن عمه آآ عليه من ابي طالب. ومن الرجال آآ ابا بكر الصديق. ومن الموالي آآ الخادم بدعوه زيد ابن حاسم. دي كلمة اول مرحلة. تاني مرحلة اللي هي مرحلة الجهرية بس بدون آآ مواجهة. بعد السرية ازلوكة ربنا برسول صلى الله عليه وسلم ان يجهر بالدعوة. آآ طبعا كان موقف رايش معادي. آآ لكل من يعطانك الاسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم. آآ تالت مرحلة كانت مرحلة مواجهة المعتدين. ودي بدأت من السنة التانية للهجرة لحد السنة الستة. وفيها الغزوات زي غزوة بدر. آآ من السنة التانية للهجرة لما الرسول هجرة من مكة الى يسرد. بعد كده المرحلة الرائعة اللي هي علامية الدعوة. ودي كانت بعد صلح الحديبية. لما الرسول خلاص عمل صلح مع رايش وهدنة آآ وكانت مدت الهدنة عشر سنوات. قبل بقى ما هم ينقضوا. الرسول صلى الله عليه وسلم استغل الهدنة في النياة دقوة رؤساء الدول المجورة للدخول في الاسلام. فدي كانت مراحل دعوة للاسلام. تمام يا بسم الله? في حد عنده جزئية تانية. احمد بيقول لي هي هجرة الرسول الى المدينة كانت في السنة التلاتاشر ولا الاربعتاشر من البتاعسة. طيب هي الهجرة تمت امتى? مش تمت بعد باية العقبة الثانية. طب باية العقبة الثانية تمت امتى? باية العقبة الثانية كانت سنة كامة? كانت تلاتاشر من البعثة. صح ولا لأ? فالرسول صلى الله عليه وسلم هجر بعد باية العقبة الثانية. احمد هو ده نفس السؤال الهجرة من العام التلاتاشر للاربعتاشر من البعثة. قلنا اللي هما هجروا بعد باية العقبة الثانية. في باية العقبة الثانية تلاتاشر من البعثة. فالهجرة تمت بعد باية العقبة الثانية يعني اربعتاشر من البعثة. احنا كده هنبدأ بمراجعة الوحدة الثالثة من الكتاب المدرسي. اه وزي ما قلنا مهم ان احنا بحل اسئلة اه كتاب المدرسي. هيبقى اسئلة على كل درس واسئلة اه في الاخر بالمراجعة كله. يلا بينا ندخل في اول سؤال عندنا. اكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة مما بين القوصين. يعني هنختار كلمة من اللي بين القوصين تكون صح للعبارة. عندنا الاختيارات ما بين الحنيفية بدر السرية اليهودية الخندق الجهرية وي اربعة. تعالوا نشوف اول سؤال. يطلق على الذين عبدوا الله على ديانة ابراهيم. عبد الله الواحد الاحب. الديانة الحنيفية. يبقى الديانة الحنيفية تطلق على الذين يعبدون الله الواحد الاحب على ديانة سيدنا ابراهيم عليه السلام. انتصر المسلمون في غزوة هنا المفروض كان النقاط سنة اتنين هجر. اتنين هجرية اول غزوة بدأ بيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي كانت مرحلة الدعوة بالمواجهة بعد الهجرة من مكة الى يسر. هي غزوة بدر. الرسول الانبيه. ان الرسول كان يريد استرداد اموال المسلمين اللي استولى عليها كرايش. استولت عليها كرايش بعد فجرة المسلمين من مكة الى يسر. فكان بعض الصحابة طرح على الرسول انه ان ينتظر القافلة التجارية بتاعة الكرايش اللي كانت جاية من الشيء. كان بيقود القافلة دي من? ابو سفيان. ولما عرف ابو سفيان بامر انتظار للرسول والصحابة للقافلة غير طريقه. فزعماء كرايش اصروا ان هم يروحوا يقضوا على المسلمين ويقتلوهم. فحدثت بها احداث غزوة بدر واللي اشار فيها الحباب ابن المنزر على الرسول انه هو يعفكر عند بئر من اضار بدر ودارة المعركة اللي انتظر فيها مين المسلمين. وكانت من الدروس المستفادة في المعركة انه كان بيأكد لنا على مبدأ الشورى ان الرسول استشار الصحابة وكمان اشار عليه الحباب ابن المنزر انه يعفكره عند بئر بدر. كمان كان من ضمن الدروس المستفادة ان الله او ان النصر يأتي من عند الله. ما بيعتمدش على القوة ولا على عدد. يعني كان لسا المسلمين عددهم قليل. طيب. ده كده غزوة بدر اللي كتمت سنة اتنين لجريان اللي انتصر بها المسلمين. طب تعالوا نشوف تاني سؤال. استغرقت مرحلة الدعوة السرية ثلاث سنوات. يبقى ايه الدعوة اللي استغرقت ثلاث سنوات? الدعوة السرية. دعوة السرية قعدت ثلاث سنوات لكن دي بعد الدعوة السرية الجهرية. نحن لسا آآ قايلين مراحل الدعوة. طيب. تعالوا نشوف تاني نمط من الاسئلة معي. اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة. وكلمة خطأ امام العبارة الغير الصحيحة. وما ننساش التصويب. ساند الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. عمه العباس ابن المطالب. اللي ساند الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة عمه العباس ابن المطالب. صح ام خطأ? مع التصويب. مين اللي ساند الرسول? الاجابة هتبقى خطأ. ومال هيد امين? عم مين? ابا طالب. عمه ابا طالب. آآ ساعتها كانوا كريش آآ موقفهم من الدعوة آآ اول حاجة آآ كانت ازاء للرسول. بعد كده آآ عرضوا على رسول اموال. عرضوا عليه الزعيمة. آآ فالرسول صلى الله عليه وسلم ان لعمه ايه? والله يا عم. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اطرق آآ هذا الامر لن اطرقه. تمام. طيب تاني سؤال. تمت بيعت العقبة الاولى. في العام الثاني عشر من البعثة. بيعت العقبة الاولى. تم في العام الثاني عشر من البعثة. الاجابة صحيحة. طبعا تمت بيعت العقبة الاولى في العام الثاني عشر من البعثة. وبيعت العقبة الاولى دي اللي التقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بوفد من اهل يسرك. كان اتناشا رجل من اه عشرة من الخزرج واثنان من الاوس. وبيع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعوا فيها على ابقاء. الا يشركوا بالله. الا يسركوا. الا يقتلوا. الا يعصوا. الا يزنوا. فساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلت اول سفير في الاسلام. مين هو يا ترى? نسهب ابن عمير. ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم. اول سفير في الاسلام مصعد ابن عمير عشان يعلمهم امور الدين. في العام التالي على طول اللي هو العام الثاني عشر اللي هو العام التباتاشر من البعثة كانت بقى باعة الاعقبة الثانية اللي باقعوا فيها الرسول انه يحموه وينسروه وانه يهاجر اليهم الى يسرك. فالعام التالي في العام الاربعتاشر من البعثة هاجروا الرسول من مكة الى يسرك او المدينة النبوية. طيب تالت سؤال معنا. اقتصر دور المسجد في الاسلام على العبادة دور المسجد في الاسلام? احنا عارفين ان اول مدرسة في الاسلام او اول يعتبر زي مكاني للمسلمين كان دور الاركم ابن قابل الاركم. صح كده? الرسول صلى الله عليه وسلم لما هرج الى المدينة كان من ضمن دعائل بناء الدولة الاسلامية او قصص وامكان بناء الدولة الاسلامية اول ركن كان بناء المسجد. يا طلع المسجد كانت اهميته اللي لابده فقط اتصالوا فيها فقط. طبعا الايجابة خاطئة. لا المسجد كان ليه كذا اهمية. يعني ممكن اجلب بما تفسر اهمية المسجد كمان. اتقول اول حاجة انه كان مقرر للحكم. تاني حاجة ضل العبادة. وتالت حاجة مدرسة لتعليم مبادئ الدين الاسلامي. اذا المسجد كان ليه كذا اهمة مكنتش قاصرة على العبادة فقط. رابع سؤال. انهزم المسلمون يوم اشهد لقلة عددهم? المسلمون انهزموا في غزمة اشهد لقلة عددهم? طبعا الاجابة خاطئة. لاني يوم الاحض انهزم المسلمون لمخالفة الرماء اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا كده نسترجع آآ غزوة احض ونعرف اللي حصل فيها. احنا عارفين ان كرايش كانت عايزة تنتقل من المسلمين عشان اللي حصل في غزوة بلد. فجهزت الجيش بتاعها اللي هو كانت تلات تلاف مقاطب وبدأت تتحرق رحية جابة الاحض. فاستشار الرسول الصحابة وقشروا عليه انه ما يخرجوا الى المدينة عشان يحاربوا كرايش. فخرج الرسول بالف من اصحابه. ورجع عبدالله ابن ابا سلول زعيم المنافقين بتلت الجيش. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع خطة وقال ان في خمسين من الرماء هيقفوا على الجبل. وامرضهم بعدم التحرك سواء انتصرنا او انهزمنا. محدش يتحرك الا بامر من؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ففي البداية انتصر المسلمين. لكن اتحول النصر الى هزيمة. ليه؟ عشان الرماء خلفوا اوامر الرسول. اول ما حصلوا ان المسلمين انتصروا تركوا اماكنهم لجمع الغنائم. ففي الوقت ده استغل خالد بن الوليد وما كانش لسه اسلم الفرصة واستدار من خلف الجبل وانقبض على جيش المسلمين. فتحول النصر الى هزيم. يبقى انهزام المسلمون ما كانش ابدا انقلت على دهم كان لمختلف. خلفة الرماء اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. كده احنا خلصنا نمط اسئلة صح او خطأ. تعال نشوف معنا نمط تاني من الاسئلة وهو قارن. قارن بين غزوتي تبوك وخيبر. طيب من حيث ايه? من حيث الاسباب والنتائج. اسباب غزوة تبوك ان الروم كانوا بيجاهزوا جيش كبير لقتال المسلمين والقضاء عليهم. اما اسباب غزوة خيبر ان رسول صلى الله عليه وسلم اراد فتح خيبر ليعمل من شر اليهود وغدرهم. طيب ممكن نيجي نسترجع كده الغزواتين مع بعض. غزوة تبوك. اه الروم كانوا بيجاهزوا الجيش عشان يقتل المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهز جيش بلغ تلاتين الف مقاتل. وبدأ يتحرك بالمسلمين نحن تبوك. تبوك كان يتخاضع للروم. بس الرسول ما لقاش حد من الروم حيث قتل في الله في قلوبه الرعب وتفرق. طيب امال غزوة خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يأمن من شر اليهود. وكانت خيبر مركز للمؤامرات والتسائس لليهود. ومأوى كمال لمسير الشغب من اليهود. اللي حردوا القبائل على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول حب ان هو يطلع بغزوة الخيبر عشان يأمن من شر اليهود وغدرهم. وخرجوا الرسول بجيش بلغ عدده الف وستمائة مقاتل. وبدأ يحاصر خيبر. طب يترى النتائج بتاعة الغزوة الثانية. هو اي من حيث الاسباب والنتائج? اسباب غزوة تبوك ان الرسول عاد بجيشه سالم الى المدينة. هو لما راح تبوك ملقاش حد تفرقه. فالرسول رجع منتصرا بجيشه سالما الى المدينة. ففي غزوة خيبر انتصر المسلمين بعد ما استسلم كل حصون خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل خيبر. فرجع المسلمين منتصرين بعد ما كل الحصون استسلمت. الرسول ابقى اليهود خيبر في اماكنهم لعشان يفتشتغلوا بحرفة الزراعة. على ان يكون للمسلمين نصف كل زرعة يخرج منها. يعني نص الزرعة يبقى للمسلمين. وفتن اليهود بالمدينة. لحد ما اخرجهم خالص مين? او انتهى الوجود اليهودي في عهد? الخليفة عمر ابن الخط. يعني الدروس المستفادة في غزوة خيبر. اه اني عدم التقامل مع الاخرين. اني نتسامح ونعفى عند المقدرة. بالدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلنا اليهود زي ما هم من في خيبر وبيشتغلوا بالزراعة. طيب امان ايه الدروس المستفادة من غزوة طابوك? اني بذل النفس والمال في سبيل الله. يعني معناها الكهاد في سبيل الله. دي كانت غزوتين طابوك وخيبر. احنا كده رجعنا على غزوة قحود على غزوة بدر على غزوة طابوك وغزوة خيبر. تعالوا نشوفوا معنا نمط تاني من الاسئلة وهو ما النتائج المترتبعة على? اسئلة مقالية. اول حاجة اول سؤال ما النتائج المترتبعة على صلحة الحديبية? صلحة الحديبية بعد ما تم الصلح كانت مرحلة عالمية الدعوة. وموجهة اي حد هيقف ضد نشرة. طيب. هي اي نتائج الاول المترتبعة على صلحة الحديبية? انها كانت فتحة مبينة على المسلمين. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يرسل الرسل لملوك ورؤساء العالم يدعوهم للاسلام. وهنا بدأت مرحلة نشر الدعوة العالمية بضي رابع مرحلة من مراحل الدعوة. صلحة الحديبية تم ايه? لما اجا اقولك بما تفسر بقى. حاولك السؤال بما تفسر. هقولك بما تفسر عرض الصلحة الحديبية بين المسلمين واهل مكة او كريش. هنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مع اصحابه لاداء العمرة. لما وصل عند الحديبية ارسل عثمان ابن عفان لكريش. ليه? عشان يقول لهم ان الرسول مش جاي لقتال. هو جاي لاداء العمرة. بس كريش اثرت على منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول اه الى مكة. وساعتها اتأخر عثمان ابن عفان. وشاع خبر مقتله. فالرسول حصل مبايع وما بين اصحابه على قتال كريش. كانت المبايع دي اسمها ايه? بيعت الردوان. بيعت الردوان. لكن عاد عثمان ابن عفان وما حصلش القتال. فالرسلت بقى كريش رسول يفاوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتوصل للطرفان بقى الى عقد صلح الحديبية. يبقى احنا كده عرفنا سبب عقد الصلح والنتائي. طب يا طرق ايه هي شروط الصلح اصدر? شروط الصلح ان الحرب هتقف ما بين الطرفين الطرفين اللي هم المسلمين والقريش لمدة عشر سنين. ان يدخل المسلمين هيتأجل العمدة. دخولهم من مكة هيتأجل العمل للعامل. واي حد هيريد اه من القبائل ان هو يدخل في حلف محمد دخل فيه. زي قبل اتنين خزاع. ومن اراد من القبائل ان يدخل في حلف قريش دخل فيه زي قبل اتنين. ومن اتى الى قريش من المسلمين لا ترده. ومن اتى الى محمد صلى الله عليه وسلم من قريش رده الي. عشان كده بيقول كان الصلح ده. فتح مبين على المسلمين. الرسول تفرغ فيه لنشر الدعوة العالمية. الدروس مستفادة من صلح الحديبية ان احنا نحترم العهود والمواصي. يعني اما يكون فيه صلح ما بيني وما بين طرف الاخر مفروض نحترم بدون الصلح ده. لان من اسباب فتح مكة اني نقضت صلح الحديبية. طيب. ده كده ادي صلح الحديبية. تناولا تناولا من جميع الجوانب. سواء سؤال ما النتائج. سواء لو جالك بما تنفسر او شروط الصلح. طيب تعالا نشوف تاني سؤال معنا. مخالفة الرماء الاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزمة احد. النتائج اللي ترتبط على كده واحنا لسه شرحين غزمة احد بالكامل. ومراجعينها. هنقول ادى الى تحول نصر المسلمين الى هزيمة لانهم خلفوا اوامر الرسول وتركوا جبل اشهد. ونزل عشان يا الغنائم. آآ ساستغلوا من الفرصة خالد ابن الوليد ويلتف حول الجبل وانقض على المسلمين. فتحول النصر الى. طيب. احنا كده خلصنا الاسئلة بتاعتها. هرجع لكم بقى علشان نسأل بعض. واسألكو وتردوا علي. يا احمد اا اقتصر. دور المسجد في الاسلام على العبادة. اه انا كتبت خطأ. لا الاجابة مش المفروض صح. تمام. علشان قلنا المسجد كان ليه كذا سبب العبادة ومقرر للحكم ومكان تعليم مبادئ الدين الاسلام. العبادة صح. لكن انا بقول لك اقتصر. عارف انا لما كنتش كنت جبت لك يا محمد اقتصر. لو كنت قلتلك اااا. مثلا. هنا كانى دور المسجد اعل находى العبادة ومقردش ولا فقط ولا اقتصر كانت طبعا من الاجابة تبقى صحيحة. لكن انا طالما قلتلك اقتصر يعني. هو ده السبب الوحيد. فطبعا ناا مكانش السبب الوحيد. وإحنا عددنا الأسباب لشي محمد فهمت. طيب. ندخل بقى نسألكم بقى نه? دوركم انتم بقى. يلا شباب. اول نمط من الاسئلة هنبدأ باختر. تمام? اول نمط هيبقى ايه? اختر. يلا اول سؤال معنا من الممالك التي قامت جنوب الجزيرة العربية. من الممالك التي قامت جنوب الجزيرة العربية. الحيرة. الغساسمة. ثمود. حمل. احنا عندنا في اه ظهرت في شبه الجزيرة العربية. حضرات. مالك بها دول وممالك. كان فيه دول آآ وممالك في الجنوب. وفي الشمال. وفي الغرب. في الجنوب بقى كانت الحيرة. الغساسمة. ثمود. حمير. رافيا ندا. واحمد. ودعاء. الايجابة حمير. هي الممالك اللي كانت في جنوب شبه الجزيرة العربية. طيب تعالوا نفتكر مع بعض. ان الحضرات القديمة اللي قامت في شبه الجزيرة العربية. زي قوم عاد وثمود. يبقى ثمود. دي حضرات. الممالك اللي في الجنوب كانت معين وسبق وحمير. الممالك اللي في الشمال كانت الحيرة والغساسمة. اما في الغرب مكة ويسر. طيب. كان النظام نقط. هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. النظام اللي كان سائد في شبه الجزيرة العربية. النظام الحضري القبلي الديمقراطي الجمهوري. ايه? هو النظام اللي كان سائد في شبه الجزيرة العربية. الحضري القبلي الديمقراطي السائد. بروفيا بسم الله. حسين وليلا آم الغساسينا في الشمال في الجنوب السؤال كان جنوب شبه الجزيرة العربية برافو أحمد وحسين ومعاز ودعاء وندى الإجابة هي النظام القبلي النظام القبلي لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة ممكن السؤال يجينا بما تفسر بما تفسر كان النظام السائد في شبه الجزيرة العربية النظام القبلي ساعتها هنقول لاني كانت شابه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متفرق طيب من اشهر اسواق العرب قبل الاسلام سوق الاختيارات بقى الحجاز حمير بغداد ذي المجاز من اشهر اسواق العرب قبل الاسلام سوق الحجاز حمير بغداد ذي المجاز من اشهر اسواق العرب قبل الاسلام سوق الحجاز حمير بغداد ذي المجاز الاختيار دعاء ومعايز وندى واحمد رفع ليكو سوق ذي المجاز طب من يقول لي هي ليه كان الاسواق لها شهرة بما تفسر شهرة الاسواق في شبه الجزيرة العربية ليه كان لها شهرة وسؤال بما تفسر ده ممكن يجينا بكذا طريقة بس ما تجاوبوا لي هقول لكم حسين يا حبيبي حمير دي مملكة انا بقول لك عايزة سوق فمن اشهر الاسواق ذي المجاز ماشي انا ده قول ليه بقى يلا ليه الاسواق قلنيها شهرة في شبه الجزيرة العربية بما تفسر شهرة الاسواق في شبه الجزيرة العربية برافو ضعاء برافو يا حسين واحمد ومعاز وليلة هنقول لك انها كانت مجال لتنافس الشعراء وكان لها اهمية تجارية لكان لها اهمية تجارية وصفة قفية يبقى اجي اقول لك ممكن اجي اقول لك بما تفسر لم يكن للاسواق شهرة تجارية فقط هتقول لي لانها كانت مجال لتنافس الشعراء السؤال ممكن يجيلي بسغطين فبما تفسر تمام برافو عليك نخش على سؤال اخر يعتبر دار نقط اول مدرسة في الاسلام دار نقط اول مدرسة في الاسلام الندوة مجنة الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه تعتبر دار نقط اول مدرسة في الاسلام احنا قلناها واحنا بناجع ماشي يا احمد عشان كده انا بستنى شوية عشان تكونوا جمعتوا السؤال ورديتوا علي وكتبتوا راب راب دعاء وحسين واحمد دار الارقم ابن ابي الارقم دار بالدين دار الارقم ابن ابي الارقم ومعايز وندى دار الارقم ابن ابي الارقم اول مدرسة في الاسلام وكانت في المرحلة الايه السرية كانت في المرحلة السرية طيب كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين من اهل يسري بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على نصره في بايع العقبة الاختراض الاولى الثانية الثالثة الرابع كانوا ثلاثة وسبعين رجل وامرأتين بايع الرسول في بيعة العقبة. الاولى. الثانية. الثالثة. الثالث. الرابع. الاولى الثانية. الثالثة الرابع. هني بيع. بس ما ندى. بيع الثانية. بيعة العقبة الثانية. تلاتاشر من البعثة. انتقى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. تلاتة وسبعين رجل وامرأتان. وبيعوني هما يحموا ينصروا. انها جرى اليهم. اما بيعة العقبة الاولى كان عشرة من الخزرش واسنين من الاوس يعني اثنى عشر رقل. اتنشى رقل. تمام برافا عليكو يا شباب. دعاء واحمد ومعيز وباسمالة وحسين برافا عليكو. كان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته الى يسر. واسمان ابن عفان. علي ابن ابي طالب. عبد الله ابن قريكو زيد ابن حارسة. مين اللي كان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحراء. هنا عارفين ان الرسول اختار اشخاص قادرين على تنفيذ المهمة. يا ترى مين اللي كان دليل الرسول في الصحراء. عثمان ابن عفان. علي ابن ابي طالب. عبد الله ابن قريكو زيد ابن حارسة. رسول وضع خطة اختار اشخاص مناسين للهجرة من مكة الى يسر. رف دعاء واحمد. عبد الله ابن قريكو. عبد الله ابن قريكو رسول صلى الله عليه وسلم استقروا كدليل امين للهم على الطريق. ما كانش لسه اسلم. والرسول ابن ضمن الاشخاص اللي اختارهم في او نجحوا في الخطة مع رسول. علي ابن ابن طالب. وقلنا ان هو كان اول في دائه في الاسلام. وهو اللي نام في فرش الرسول. وعبد الله ابن ابا بكر ده تتبع اخبار المشركين. اسماء ابن ابا بكر احضرت طعام للرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر. اعمر ابن فهيرة كان بيرا على الاغنام حول الغار. علشان يخفي الاصر. طيب. آم. قلولي كده بقى الى من تنسب الاعمال. الى من تنسب الاعمال. اول سفير في الاسلام. اول سفير في الاسلام. رفع عليكم اجابتكم كلها صحي اللي فات. الى من تنسب الاعمال. ان هو اول سفير في الاسلام. اول سفير في الاسلام مين? رفع دعاء. مسعب ابن عمي وهو اول سفير في الاسلام. اول سفير في الاسلام مسعب ابن عمي. طب. من هو الى من تنسب الاعمال? اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة. اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة. مين اللي اشار على الرسول ان يحفر خندق حول المدينة. وساعتها مما شافتها قريش قال الدماكي ده لم يعرفها العرب من قبل. مين اللي اشار على رسول هو ده ومعاز وحسين ماشي برافو عليكم ده السؤال اللي قابل يلا جاوبوا لي السؤال ده من اللي اشار على رسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة سلمان الفارسي برافو يا ندا لا بص يا معاز الحباب ابن المنزل هو اللي في غزوة بدر اشار على الرسول انه يعزكر عند بقر بدر اقرب بقر من قبر بدر لكن سلمان الفارسي هو اللي اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحفر خندق حول المدينة رضا عليكم طيب ملك عادل لا يظلم عنده احدا ابدا اللي هما هجروله المسلمين في اول هجرة بس الرسول ما كانش معهم مل هو الملك ده م الملك اللي اهم اه اعاد اللي يظلم احدا وكان هاجر لي المسلمين اا 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 فاول هجرة خلص الرسول ما كانش معهم حتى قريش ساعتها كانت قالت له ان يخرج المسلمين وا quoce م prospective يقرب من الهجرة هو رفض قال هيسمع له من اول ده طبعا بيدل على عدنه ملك ? بشان الجيش الحدشي برافو عليكم. وده واحمد وندا. وحسين ودعاء. وطوقة. واسمالة برافو عليكم. صح. فينك يا طوقة من بدل. ماشي برافو عليكم. طيب. الى ما انت انسى من الاعمال ارسله الرسول للتفاوض مع قريش اثناء صلح الحديبية. ارسله الرسول للتفاوض مع قريش اثناء صلح الحديبية. مين اللي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم? مع قريش. يتفاوض مع قريش اثناء صلح الحديبية. وساعتها اشيع خبر مقتله. فالرسول اه هو واصحابه اتفقوا. حصير باية كردوان عشان يخرج ويقتل قريش. بس هو. ابن عفان برافو نادا ودعاء واحمد برافو. طيب. اخر سؤال معنا. الى ما انتنسى بالاعمال. قائد الذي كان سببا في هزيمة المسلمين في احد. قائد وهو اسلم بعد كده. قائد بس الساعتها كان لسه ما اسلمش. اللي التف حوالين الجبل. وانقض على المسلمين. وكان سبب في هزيمة المسلمين في احد. مين هو القائد ده? خالد ابن الوليد. برافو يا دعاء. واحمد خالد ابن الوليد. بس ما لا عفان دي اجابة السؤال اللي قابله. آآ تمام. اللي هو كان الرسول اللي ارسله متفاوضة مع قريش. خالد ابن الوليد. قائد قريش اللي آآ حول مصر المسلمين الى هزيمة في غزوة احد. برافو عليكم. تمام. يا رب اكون ايدانا نراجع الواحدة معكم كويس وخاصة الغزوات. وان شاء الله تكونوا استفدتوا. المرة الجاية هيبقى عندنا تاني وحدة اللي هي بقى في البيغرافيا اللي هنتكلم فيها على توزيع سكان الوطن العربي. وخصائص سكان الوطن العربي. احنا بإذن لما انخلص مراجعات على الوحدات. هنحل مع بعض امتحانات وساعتها هعمل لكم بقى امتحانات وانتشاركوا فيها علشان اشوف بقى استجاباتكم قد ايه. سيما كنتوا بالطلب. تمام? حد عنده اي سؤال او اي استفصال قبل ما ننهي آآ بكده احنا انهينا من آآ المراجعة بتاعت النهاردة. وان شاء الله هننتظر مع سلسلة المراجعات للباقي الوحدات في مادة التراصات الاجتماعية. الاسبوع القادم ان شاء الله. بالتوفيق والنجاح. كانت معكم استيش الماء مادتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.